موسكو نشعة الأنباء من الميادين وأبرز ما فيها موسكو تقر عقيدة خارجية جديدة التسوية في سوريا والرد بقوة على ضغوط واشنطن والحفاظ على القانون الدولي الجيش السوري يحرر السكن الشبابي في حلب والاعتلاف المعارض يكشف عن محادثات مع مسؤولين روس بشأن تسوية في المدينة المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي هادي في عدن ويقول أن مجلس الأمن لا يعترف إلا به وبحكومته موسكو تونسي جديد يحرق نفسه بفعل الأوضاع المعيشية إلى أين تتطور هذه الظاهرة أهلا بكم أقرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقيدة جديدة للسياسة الخارجية الروسية تستند إلى تجديد المطالبة بالحل السياسي في سوريا وإلى الرد بقوة على أي تهديدات أمريكية العقيدة الروسية الجديدة في السياسة الخارجية تدعو إلى التسوية في سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها وفق العقيدة الخارجية الجديدة يجب إنشاء تحالف دولي واسع لمحاربة الإرهاب كما أن موسكو ستواصل نهج التسوية الدبلوماسية للنزاعات في شرق الأوسط دون تدخل خارجي وتؤيد تحويله إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وترى موسكو أن نهج أمريكا وحلفائها الهدف إلى ردع روسيا وممارسة الضغوط عليها يقوض الاستقرار الإقليمي والدولي كما يشير المرسوم الرئاسي حول هذه العقيدة إلى أن خطر الحرب بين القوى الكبرى ضئيل لكنه يكبر مع زيادة التدخلات في النزاعات وتوضح موسكو أنها لن تقبل بمحاولات الضغط من واشنطن وستحتفظ بحق الرد بقوة على إجراءاتها غير الودية كما ترى روسيا في الاتحاد الأوروبي شريكا هاما تتطلع إلى تعاون مستقر معه ولكن موسكو تنظر بسلبية إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي حشوده على حدودها وهي مستعدة لمناقشة تقليص القدرات النووية وحول عدم الاستقرار في أفغانستان ترى موسكو أنه تهديد لها وستبذل جهودا للحل روسيا تنظر إلى تعزيز مكانتها أيضا في آسيا والمحيط الهادئ والقارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية إلى ذلك أعلن الكريملين أن بوتين بحث الوضع في حلب مع مجلس الأمن القومي الروسي حيث جرى الاتفاق على ضرورة مواصلة الجهود لإصال المساعدات الإنسانية إلى شرق المدينة وكان بوتين أعرب عن أمله بإقامة تعاون مع واشنطن في محاربة الإرهاب بسوريا وفي رسالته السنوية إلى البرلمان أكد أمله بتوحيد الجهود لمحاربة خطر الإرهاب الدولي وذكر أن العسكريين الروس يعملون حاليا على تحقيق هذا الهدف ومن تركيا أكد وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن العمليات ستستمر في شرق حلب وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره مولود شاويش أوغلو في أنطاليا جنوب تركيا أكد لافروف أن المواقف بين الجانبين مشان ملف السوري كانت متطابقة كاري يلتقي نظيره الأمريكي في روم غدا لبحث الموضوع السوري بشكل أساسي بغض النظر عن الانتقادات الغربية فإن روسيا ستواصل عملياتها في سوريا ولا سيما في حلب لتطهيرها من الجماعات الإرهابية الكلام لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤكدا أن ما يحدث في حلب يتطابق تماما مع الهجوم الذي يشنه التحالف ضد تنظيم داعش في الموصل الوزير الروسي تحدث عن اتفاق بين بلاده وأنقرة حول الأزمة السورية حيث لا بد من التحرك وبالتعاون مع تركيا لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا العمليات العسكرية في حلب ستستمر حتى تطهيرها من الإرهابيين رغم الانتقادات الغربية وهنا أذكرهم بأن ما يقوم بها التحالف ضد داعش في الموصل هو نفسه الذي نقوم به في حلب محادثاتنا مع الأتراك إيجابية وبناءة ونحن متفقون على التعاون لحل الأزمة السورية وإصال مساعدات إنسانية لأهالي حلب مولود جاووش أغلو وزير خارجية تركيا أكد أن أنقرة ستتعاون مع روسيا لقتال داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى بهدف استقرار المنطقة لكن ذلك بحاجة إلى توفير آليات فعالة لإيجاد حل سياسي جذري للملف السوري يضمن وحدة أراضي سوريا ويقطع الطريق أمام منظمات متطرفة للعودة إليها لدينا اتفاقيات عديدة مع روسيا ستسهم في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة ككل عملية درع الفرات التي يشنها الجيش التركي أدفها واضح وهو القضاء على داعش والجماعات الإرهابية الأخرى موقف تركي يأتي ليعيد تصويب المسار بعد تصريحات أردوغان الملتبسة فالموقف التركي المتغير مما يجري من حولها من حروب وأزمات مع تصريحات مسؤوليها التي ترسل رسائل إلى كل الاتجاهات يراها البعض مناورة سياسية تخضع للمتغيرات العسكرية في الميدان السوري لا ثوابت في الموقف التركي من الملف السوري وهذا ما يظهر جليا من تصريحات المسؤولين هنا الشيء الوحيد الذي لا تتنازل عنه أنقرة هو عدم السماح بإنشاء كيان كردي على حدودها مع سوريا والعراق وفقا للمراقبين محمود واسق اسطنبول الميادين نبقى في تركيا حيث قال الرئيس التركي رجل طيب أردغان إن العملية العسكرية التركية في سوريا تستهدف الإرهابيين فقط وليست موجهة ضد بلد أو شخص متراجعا بذلك بشكل واضح عن تصريحاته السابقة حول إنهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد أردغان أضاف إنه إذا كانت الحكومتان العراقية والسورية قادرتين على توحيد شعبيهما واتخاذ الخطوات اللازمة لمحاربة المنظمات الإرهابية فإن العمليات العسكرية التركية تصبح غير ضرورية إذا كانت الحكومات في العراق وسوريا قادرة على توحيد شعبها واتخذت الخطوات اللازمة لمحاربة المنظمات الإرهابية تصبح العمليات العسكرية التي نقوم بها غير ضرورية عملية درع الفرات لا تستهدف أي بلد أو أي فرد إنما تستهدف المنظمات الإرهابية فقط قال نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوكدانوف إن بلاده لا تحتاج إلى وسطاء في المحادثات مع المعارضة السورية ولديها اتصالات مباشرة معها وكان سمير نشار عضو الاتلاف السوري المعارض قال للميادين إن محادثات بين الاتلاف ومسؤولين روس تجري للوصول إلى تسوية سياسية في مدينة حلب وأضاف في تصريح إن الاجتماعات تجري بين الجانب الروسي وفصائل عسكرية من حلب بوساطة تركية الجميع يعلم من يتابع الملف السوري أن كان هناك اجتماعات لمدة ثلاثة أيام بأنقرة من قبل الوسطاء الأتراك لكن على ما يبدو المتائج السلبية التي توصل إليها الاجتماعات والتي خرج بفضل رابعة الحال لتصريح دابروفا بنفس السياق وحتى إذا كان بوكدانوف قال أنه لا يحتاج إلى وسطاء هذا في محاولة لنفي هذه الاجتماعات لأنه كان هناك تكتم شديد حولها وخاصة أنها لم تسر عن نتائج ميدنيا في سوريا فاد مراسل الميادين في حلب بأن الجيش السوري وحلفائه استعادوا السيطرة بنحو كامل على السكن الشبابي المحاذي للبحوث العلمية في الأحياء الشرقية لحلب وقد بث الإعلام الحربي مشاهد لسيطرة الجيش السوري وحلفائه على السكن الشبابي في الأحياء الشرقية المضافة بسوىاء الشرقية لنصيد في غضون ذلك أعلنت الجماعات المسلحة في حلب النفير العام للرجال القادرين على حمل السلاح وفي بيان نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعت هذه الفصائل المسلحين للتوجه إلى الجبهات في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري وحلفائه نحو معاقلهم شرق حلب تواصل القوات العراقية أعملياتها لتحرير منطقة جديدة المفتي المجاورة لحي الصحة شرق الموصل وتطهير ما تبقى من حي النسابة كما تعمل على تطهير حي الانتصار من المفاخخات التي زرعها داعش وبانتهاء تحرير كل هذه المناطق تلتقي قوات هذا المحور بمحور الزاب بالتوازي تتقدم قوات الحش الشعبي على محور الطريق بين تل عبطة ومطار تل عفر بعد سيطرتها عليها اعتماد داعش بشكل أساسي على السيارات المفخخة في معركة الموصل استدعى من القوات العراقية استخدام أسلحة مضادة لهذا الأسلوب محمد الفهد والتفاصيل هي أسلحة أقرب لأن تكون بوظيفة صائدة المفخخات دبابات برامز المتطورة ومنصات الكورنيت الموجهة التي تطلق الصواريخ الحرارية بات تشكل مظلة نارية تحجب عن القوات العراقية نيران وشضايا المصفحات المفخخة لما تتمتع به من قدرة متطورة على استمكان الهدف قبل اقترابه من القطاعات العسكرية في مختلف محاور معركة الموصل نقدم الإسناد للقطاعات بالنسبة للسيارات المفخخة العجلات المفخخة والعبوات الناسفة والانتحارين طبعا عندنا عدة معالجات عالجنا خاصة بها العمليات الأخيرة فكل محور دبابت هنا وثلاثة بالمحاور ونحن عندنا دبابت هنا وقوات الشرطة التحادية قريبا عن المعسكر الغزلاني عالجنا أهداف وقبل اليوم صار علينا نتعرض فجرنا السيارة وقتلنا أثمانية من عدهم تنظيم داعش بات يدرك جيدا أنه فقد أسلوب الاشتباك المباشر مع القوات العراقية في مواجهات عديدة عامل دفعه إلى تكثيف جهوده لتفخيخ السيارات بقيادة عناصره الانتحارية أسلوب المراد منه عرقلة تقدم قوات الأمن العراقي لكنه لم يكتب له النجاح نتيجة المصدات النارية المضادة التي اعتمدتها القوات العراقية جهزنا التاو والأس بجيناي وحرقنا أكثر من عشر سيارات مفاخخة بهذا الاتجاه جدارة ميدانية أثبتتها الدبابات هنا بمختلف صنوفها والتي تتمتع بأجهزة ومعدات حديثة قادرة على الكشف الليلي ودقة إصابة الأهداف ليزريا لتضاف إلى منصات الصواريخ الحرارية ذات التحكم الدقيق أسلحة شكلت ركنا أساسيا في المعركة اعتماد داعش على السيارات المفخخة بشكل أساسي في تعرضاته دفع بقوات الأمن العراقي إلى تجهيز أسلحة مضادة لهذا الأسلوب وعلى رأسها الدبابات الحديثة والصواريخ الحرارية والتي وفرت غطاء ناريا لحماية القوات البرية محمد الفهد من خطوط الصد جنوب الموصل الميادين قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن حزب العدالة والتنمية سيقدم الأسبوع المقبل مشروع الدستور الجديد إلى البرلمان مرجحا إمكانية إجراء الاستفتاء الشعبي عليه مطلع الصيف المقبل يلدرم وبعد لقاء رئيس حزب الحركة القومية دولة باهشتلي قال إن البرلمان سيناقش المقترح الذي يحظى أيضا بموافقة الحزب القومي وسيعرض على الاستفتاء الشعبي خلال ستين يوما من إقراره في البرلمان غدر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عدن بعد محادثات مع الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي ولد الشيخ أحمد أكد أن مجلس الأمن لا يعترف إلا بهذه وحكومة بن دغر وأضاف أنه لن يكون هناك حل إلا بمشاركة الشرعية متمثلة بالرئيس والحكومة هادي الذي غادر أيضا عقب اللقاء متوجها إلى الإمارات سلم المبعوث الأممي رسالة تضمنت موقف الحكومة وتنفيذ لخريطة الطريق الأممية بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لحكومة هادي ميدانيا نافذ مصر عسكري الميادين بصد الجيش اليمني واللجان هجوما لقوات الرئيس عبدرب منصور هادي على منطقة حام في المتون شرق اليمن كما قتل وجرح عدد من قوات هادي بغارة خاطئة لطائرات التحالف السعودي بالمديرية ذاتها وفي تعز وسط اليمن قال مصدر عسكري إن قوات الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات قوات هادي بمحيط الدفاع الجوي كما كثفت طائرات التحالف السعودي غاراتها على محافظة سعضة شمال البلاد فاصل ونواصل ابقمانا أهلا بكم من جديد أحرق شاب تونسي نفسه في حي لفرينا بمدينة المونستير التونسية الشاب يبلغ من العمر 34 عاما وأخدم على إضرام النار في جسده على خلفية الأوضاع المعيشية المتردية الشاب يعمل على عربة بيع في سوق بليبيا وقد نقل إلى المستشفى في حالة حرجة وعن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس محمد الحواجلي أهلا بك سيد محمد الجويلي هل الحرق أصبح ظاهرة في تونس يمكن اعتباره هكذا للتعبير عن الغضب من الحالة المعيشية والاجتماعية الموجودة في تونس وهل الوضع فعلا يستدعي قيام الشباب بهكذا ردات فعل أولا الظاهرة تساقمت بعض الثورة بشكل واضح أولا منطلق الثورة هو حرق للجسد وتواصلت العملية بشكل سنوي تقريبا يعني في كل سنة تقريبا نسجل في حدود 350 حارة انتحار منها ما هو حرقا للجسد ومنها طبعا بأشكال أخرى من عملية إنهاء الحياة وهذا يكشف عن سلاة الأفاق يكشف على حالة يأس التي وصل إليها البعض خصوصا بعد التحورات التي تقع لأنه دائما حالات الانتحار تكثر وتتفاقم في كل ما شهدنا حالات أو تغيرات في المناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي خصوصا عندما نفقد بعض القيم بعض العلاقات والثقة في الحاضر والثقة في المستقبل هناك من يرتبك وليستطيع أن يستوعب مثل هذه التحولات في المنظومة القيامية وبالتالي يدخل في حالة من اليأس المطلق التي يمكن أن تؤدي إلى الانتحار انتظارات الثورات كانت كبيرة جدا انتظارات الناس من التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يوقع في تونس يجعل الكثير من الناس يأملون بالشيء الكثير هناك من يصطدم ببعض أنه يرفع من حالات الانتظار ومن التطلعات ولكن واقعه يصبح واقع متردي وبالتالي هذا التراقض بين المشألتين سيد الجوالي هذه الظاهرة ما هي تداعياتها على الأوضاع في تونس وإلى أين يمكن أن تتطور؟ هو طبعا المسألة فهل كثير من الصورة قد تكون هناك تداعياتها أولا هو صورة سلبية عن المجتمع التونسي على الشباب التونسي لأن عمليات الانتحار تكسب فهناك مرض اجتماعي في مجتمع ما أنه هناك مؤشر على أن الوضع غير جيد على أنه لا سبيل إلى أي حل من الحلول فقط هناك الانتحار فهذا يسيء طبعا إلى صورة المجتمع إلى صورة البلد ويكشف على أن البلد مؤشراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية سيئة للغاية شكرا لك أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس سيد محمد لجوالي شكرا جزيلا لك أكد الرئيس التونسي الباجي قيد السبسي أن دعم المسار الديمقراطي لتونس هو دفع قوي لاستقرار دول الجوار في جنوب المتوسط مشيرا إلى ضرورة تطوير الاتحاد الأوروبي لآليات الدعم التقليدية لتونس السبسي وفي كلمة له أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل دعا الأوروبيين إلى الثقة بالوضع الأمني والاستقرار السياسي في تونس بعد نجاحها في القضاء على عدد كبير من الإرهابيين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أكد أن المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس 2020 نجح في جذب 15 مليار دولار على شكل تعهدات استثمارية واهبات وقرود ميسرة ساميح البغاني 34 مليار دينار تونسي أو 15 مليار دولار أمريكي هو حجم الاستثمارات التي تعهدت بها دول مشاركة في مؤتمر الاستثمار الدولي تونس 2020 رقم قد يكون كفيلا بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية إذا ما توفر المناخ الاجتماعي الملائم والأرضية المناسبة لإطلاق المشاريع الاستثمارية حرص على إيصالها إلى مستحقيها وإلى الجهات التي رسدت لها بكل شفافية ووضوح أما المسألة الثالثة فأعتقد أنها الأهم وهي الحرص على توفير مناخ اجتماعي يتميز بسلم وبالهدنة الاجتماعية التي تبعث رسائل طمأنة للمستثمرين دجاح المؤتمر يرتبط بتحويل الاستثمارات إلى مشاريع حقيقية يقول خبراء مشاريع يؤمل منها خلق فرص عمل جديدة ولزمان مضاعفة نتأج لا بد من تحقيق استقرار اجتماعي وتغليب المصلحة الوطنية العليا الاتحاد يهدد بإضراب عام وهناك مشاكل اجتماعية كبيرة جدا لم نتوصل إلى حد الآن إلى فضها وفي رأينا أفضل طريقة لفض هذه المشاكل بصفة نهائية هو أن نتفق على التشخيص الحقيقي والموضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية في البيانات التونسية ترجمة تعهدات مؤتمر الاستثمار إلى حقائق على الأرض بات اليوم هاجس حكومة الشاهد وهي شكلت لجنة خاصة بمتابعة المشاريع وتنفيذها بما يكفل تسريع العمل وتجاوز العرقيل نجاح مؤتمر الاستثمار يعد نقطة البداية لاستعادة تونس موقعها الاقتصادي في حوض المتوسط والعمل على تحقيق هذا الهدف يحتاج وفق مراقبين إلى تكتل كل الجهود الوطنية من مختلف المواقع سميح البغاني تونس الميادين أعلن قسم الوظيفة العمومية تابعي للاتحاد العام التونسي للشغل عن فعاليات الأضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد الخميس المقبل ودعا الاتحاد موظفي القطاع العام إلى الاتحاق بمراكز عملهم يوم الأضراب وتنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة بتعديل ميزانية العام المقبل أعلن الجيش الليبي التقدم في محور قنفودة غرب بن بازي وسيطر على الحضيرة الجمركية في ظل معارك مع مسلحين متشددين وتزامنت المعارك مع غارات للطائرات الحربية القوات الخاصة الليبية أعلنت أنها خسرت أحد جنوبها وجرح عشرين آخرين خلال المعارك وصل إلى أنقرة سفير الإسرائيلي الجديد إيتان نائيه في خطوة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نائيه وفي تصريحات إعلامية قال إن لديه الكثير من العمل في تركيا مقدما شكره للسلطات التي ساعدت بلاده في إخماد حرائق الأسبوع الماضي لدينا الكثير من العمل للقيام به أريد أن أشكر تركيا للدعم الذي قدمته إلى إسرائيل لمكافحة حرائق الأسبوع الماضي لدينا تاريخ من مساعدة بعضنا بعضا وقت الحاجة وإنني أتطلع إلى بدء العمل هنا رسميا أصدر القضاء اللبناني حكما يقضي بإعادة بث قناة المنار على قمر عربسات بعدما جرى توقيف بثها رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان عبدالهادي محفوظ رحب بالقرار القضائي وطالب السلطات اللبنانية بتنفيذ التدابير التي تفرض على شركة عربسات الالتزام بالقرار القضائي وصلت رمادة الزعيم الكوبي الراحل في ديل كاسترو إلى سانتا كلارا حيث أضرحت تشيكفارا وقادة الثورة الكوبية وهي إحدى المحطات الرئيسية في مسار يمثل ترتيبا عكسيا لرحلة أبي الثورة من سانتياغو دي كوبا إلى هافانا قبل نحو ستة عقود الرمادة بدأت رحلتها أمس من العاصمة إلى مثواها الأخير وتجمعت الحشود على الطرقات لتقديم التحية الأخيرة لكاسترو واصلا الليلة بالنهار موكب رمادة فدال كاسترو تماما كما كان صاحبه حينما يأخذه العزم على فعل شيئ ما يحط الركب في مكان لا يقل محبة وقداسة في قلوب الكوبيين عن محبة كاسترو إنها سانتا كلارا تلك التي تحتضن رفات توأمه الثوري وظله التاريخي تشيكيفارا رفيق السلاح سليل الكفاح بالرصاص أو الموت انتهى الرفيقان لكن لم تغب القامتان في ذاكرة هذه الوجوه الباكية صدقا وحبا إنه كل ما لدينا اليوم نحن مدينون له بالكثير ولدنا مع الثورة الكوبية مع فدال وولد فدال فينا وفي قلوبنا لن ننسى أبدا هذا الرجل العظيم أحلك من عطمة هذا الليل رحيل كاسترو لمن عايش الرجل في عنفوانه وشغفه بسلاحه وبزته التحررية هنا في مدينة بيران بسانتياجو ديكوبا شرقا يقرأ فدال على المقلب الآخر في مرآة الطفولة هنا يعرف كيف سن السيف الذي شق باب التاريخ في وجه أمريكا جنبات هذا البيت استطاعت على بساطتها احتواء شموخ وأنفة الشاب بالمتمرد على كل معتاد ضيقة أطر الصورة فصاحبها انفجر في وجه سلطة كوبا وتاريخها ليصنع مستقبلا آخر لبلده فتح المنزل المتحف أمام سكان المدينة ومسؤولي الحزب الشيوعي الكل معنيون بعزاء الرمز الذي انطلق يافعا من حيهم المهد الذي احتضن في دال ينبغي الوفاء له بالحفظ الكوبيون يجب أن يأتوا إلى هنا إلى بيران فهذا المكان يجب أن يكون مقدسا الأسبوع التأبيني وإن طالت أيامه سينتهي ودموع الحزن وإن أغضقت كثيرا ستجف لكن مشوار كاسترو على صفحات التاريخ وإن شاخت خطوته فهو أكبر من أن يتيها أثرا بعد عين ياذا مشاهدين نأتي إلى ختام النشرة وهذا تذكير بعناوينها موسكو تقر عقيدة خارجية جديدة التسوية في سوريا والرد بقوة على ضغوط واشنطن والحفاظ على القانون الدولي الجيش السوري يحرر السكن الشبابي في حلب والإتلاف المعارض يكشف عن محادثات مع مسؤولين روس بشأن تسوية في المدينة المبعوث الأممي لليمن يلتقي هادف عدن ويقول إن مجلس الأمن لا يعترف إلا به وبحكومته موسكو تونسي جديد يحرق نفسه بفعل الأوضاع المعيشية إلى أين تتطور هذه الظاهرة المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت دمتم بخير موسيقى